يحول الرئيس تشي جين بينك أن يقيل عسرة الاقتصاد الصيني عبر عدة عناصر داخلية وخارجية أولاً داخلياً بتخفيض سعر الفائدة إلى نحو 3.5% لزيادة الاستهلاك الداخلي وكذلك إقالة ربما عسرة بمعنى القطاع العقاري هناك شركتان جبارتان ايفري جراند وغاردين تشيكان على الانهيار هذا مشكلة كبرى هناك أمور حصلت في الماضي بمعنى دفع الانتعاض الشعبي الرئيس شي جين بينك كي يسرع في سياسة التخلي عن الإغلاق التام أو الموضعي لجائحة الكورونا إذن هناك عوامل يتحكم بها صنع القرار الصيني وعوامل لا يستطيع التحكم بها مثل الغضب الشعبي لا ننسى أن إضرابات الطلاب حصلت ب1919 و1989 والآن عندي مستوى بطالة مرتفع جدا بين الشباب والخريجين مما دفع الحكومة لعدم نشر البيانات عن مستوى البطالة ضمنها الفئة الشبابية بمعنى هناك نوع من خاصرة رخوة للاقتصاد الصيني هناك أمور أخرى كذلك محاربة الفساد والرشوة وكل الأمور المحمودة أنا أقول لكن الآن بعد أن أخذ الرئيس تشي شيم بينك مقاليل السلطة عمليا كزعيم يعني لمدى الحياة أصبح الآن عنده 20 سنة مسؤول عنها وبالتالي أي إخفاق في عنصر من هذه العناصر سيحسب ضده وعندي مؤخرا بأن سلطته ظهرت بأن وزير الخارجية الذي عينه لفترة عدة شهور جرى نزعه من منصبه وأعيد الحرس القديم أو مرمز الحرس القديم إلى المنصب إذن هناك صحيح أن سلطته أصبحت شبه مطلقة لكن بنفس الوقت الإنغلاق ليس جيد لإقتصاد منفتح مثل الصين ينادي بفتح الأسواق التجارية العالمية وعنده سياسة الحزام والطريق من ناحية أخرى الأمر الخارجي أن الصين عندها عدة مبادرات الحزام والطريق لفتح الأسواق اتعرضت برأيي الانتكاسة بأن حرب أوكرانيا وتوترات الجيوستراتيجية أغلقت الطرق إلى أوروبا في المدى القصير لكن ما زال الاستثمار الصيني موجود في كازاخستان وفي بلدان آسيا الوسطى التي تقع تحت المنطقة الحيوية الروسية وبالتالي هذا يستوجب تفاهم مع روسيا بهذا الإطار اتنين العبر البريكس يحاول الرئيس الصيني فتح أسواق أفريقيا وهو عنده برأي قصب سباق لمدة 30 سنة الولايات المتحدة غير موجودة فرنسا تصارع في الشمال الأفريقي وهو يتمدد بعلاقات مع النخب ومن ناحية المنافسة الاقتصادية مشاريع كبرى في البنية التحتية تستفييد منها دول مثل مصر الجزائر نيجيريا وغيرها إذن الصين هو عامل جزاب في أفريقيا للأسواق للاستهلاك والتصدير كيف يوفق الرئيس الصيني في تحدياته الخارجية بأنه داعم لعدم السيطرة الغربية والاستعمار ولكنه هو انضم إلى نادي الدائنين إلى العالم الثالث إلى صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي وبالتالي يزيد العبأ على هذه الدول من ناحية الدائن بدون تنسيق مع القوى الغربية هذا الانفتاح الخارجي كما قلت هو يعطيه تحديات كما يعطيه مزايا الاقتصاد الصين الآن بسبب ضعف الواردات الدولية وضعف الاقتصاد الألماني الآن وتبادلة التجارية ربما يتراجع النمو السنوي أقل من خمسة بالمئة وهذا الأمر يعني في الصين تاريخيا يعني اضطرابات وبداية امتعاض لن يفي بالحلول يعني أمور موضعية لأن الآن الدولار تزيد الارتفاع عليه وزخر الخزانة الصينية بالتجارة الخارجية دولار مقابل اليوان الضعيف الآن 7.20 لكل دولار تدخل البنك المركزي لتثبيته هذا الأمر يعطي كذلك استثمارات صينية فوق تريليون دولار في يعني في الخزانة الأمريكية إذن توسع الصين هو كبير لكن ما أخشاه أخيرا هو أن يكون يعني قفزة الصين إلى النمو وإلى الغنى قد أشعرتها بالشيخوخة لأن ما حصل في الماضي في الثلاثين سنة الماضية زهد تكلفة المشروعات الصينية وغزو العالم تجاريا هذا الأمر الآن عندي تطلعات الأجيال الجديدة لا ينفع معها كم الأفواه مشكلة هونغ كونغ كذلك وتايوان إذن ضغوط استراتيجية هل يستطيع شخص عنده حرية مطلقة وسلطة مطلقة أن يفي بها بدون الدخول في صراع وسط تضييق غربي بدأ بالحرب التجارية مع ترامب والآن الرئيس بايدن بالقيود على الشركات الأمريكية التي تستثمر في التكنولوجيا المتقدمة في الصين إذن بداية وعي أقول وتوزيع استثمارات كيف يكون البريكس والعلاقات مع دول العالم هل تقوم بمعارض دولة المتحدة أو بأخذ مساحة أكبر وهذا ما أرجحه في كعكة الاقتصاد العالمي بناء على توسع حلفاء أمريكا يعني كانوا رقم واحد في دول الخليج العربي وغيرها أصبحوا الآن هم رقم واحد تجارية مع الصين وبالتالي هناك تعديل في النظرة الأمريكية من أن من يذهب ويتاجر مع الصين هو مشبوه إلى إعادة تموضع هو القول أن نرضى بحصة أقل من الكعكة أو التورتة وبالتالي دعا الصين تأخذ ما تستطيع ونحن نقوم بالمنافسة وليس فقط بالعقوبات الاقتصادية وضرب الأسواق ترجمة نانسي قنقر